السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الاول الضرب المتكرر في نون من الوحدة الاولى الاعداد والجبر من فرع الجبر والاحصاء من مادة الرياضيات للصف الاول الاعدادي وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب سبق لك دراسة الضرب المتكرر في الاعداد الصحيحة وعلمت ان 3 اوصة 4 تساوي 3 في 3 في 3 في 3 حيث نجد ان التلاتة دي تكررت كعامل دي اسمه عامل 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 تكررت كعامل اربع مرات اد واحد اتنين تلاتة اربع ويمكن ايضا تطبيق ما سبق على الكسور الاعتيادية فهنا عندنا اتنين على تلاتة اوصة اربعة تساوي اتنين على تلاتة تتكرر اربع مرات فنقول اتنين على تلاتة في اتنين على تلاتة في اتنين على تلاتة في اتنين على تلاتة ومن ضرب الكسور الاعتادية نجد أن 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3 تساوي هنعمل شرط تكسر هنا عندك الـ 2 تكررها 4 مرات فنقوله 2 في 2 في 2 في 2 وعندك المقام 3 تتكرر 4 مرات فنقوله 3 في 3 في 3 في 3 تساوي هنا عندنا 2 أسة 4 على 3 أسة 4 أي أن 2 على 3 أسة 4 نعمل إيه عن وزع الأسة على البسط والمقام فتقول تساوي 2 أسة 4 على 3 أسة 4 يبقى 2 على 3 أسة 4 تساوي 2 أسة 4 على 3 أسة 4 وزعنا الأسة 4 ده على البسط وعلى المقام وبصفة عامة إذا كان ألف على بيه عدداً نسبياً يبقى ألف على بيه عدد نسبياً ونون عدد صحيح موجب فإن ألف على بيه عدد نسبياً تساوي ألف على بيه في ألف على بيه في ألف على بيه ألف على بيه حيث أن الألف على بيه مكرر كعامل نون من المرات جعل ألف على بيهاجر كقم الألف على بيه من المرات ويقرأ ألف على بيه في أسمين أو القوة النونية للعدد ألف على بيه أي أن ألف على به أس نون تساوي ألف أس نون على به أس نون عنوزع نون إلى الأس نون عنوزع الأس نون على البسط والمقام فتساوي ألف أس نون على به أس نون فمثلا 2 على 5 أس ثلاثة تساوي إيه تساوي 2 أس ثلاثة على 5 أس ثلاثة تساوي 2 أس 3 بـ 8 2 أس 3 معناها 2 في 2 في 2 تتكرر 3 مرات 2 في 2 بـ 4 4 في 2 بـ 8 و 5 أس 3 معناها 5 في 5 في 5 فـ 5 25 في 5 125 يبقى تساوي 8 على 125 و 7 من 10 أس 2 تساوي 7 على 10 يبقى تساوي 7 على 10 أس 2 بعد كده عنوزع الأس على البسط والمقام تساوي 7 أس 2 على 10 أس 2 7 أس 2 بتسعة وربعين و 10 أس 2 بـ 100 يبقى تساوي 49 على 100 ملاحظة رقم 1 بيقولك إذا كان ألف على به عددا نسبيا فإن ألف على به أس 0 تساوي 1 حيث الألف لا تساوي السفر يبقى هنا عندنا عدد نسبي بسط ومقام ألف على به طيب هنا عندك ألف على به ده أس 0 يعني هنا الأس عبارة عن 0 إذا كان في عدد نسبيا إذا كان في عدد نسبة زي كده بسط ومقام أس 0 يساوي 1 بشرط أن الألف لا تساوي 0 البسط لا يساوي 0 فمثلا 1 على 5 أس 0 تساوي 1 سالب 3 على 7 أس 0 تساوي 1 ملاحظة رقم 2 إذا كان ألف عدد نسبة وميم عدد صحيح موجب فإنه هنا عندنا سالب ألف أس ميم سالب ألف أس ميم تساوي ألف أس ميم الكلام ده متى قال لك عندما تكون ميم عدد زوجي يبقى هنا الأس عدد زوجي يبقى لو كان عنديك عدد نسبي سالب أس ميم تساوي العدد النسبي ده من غير إشارة السالب يساوي موجب ألف أس ميم يبقى سالب ألف أس ميم تساوي موجب ألف أس ميم إمتى لما يكون الأس عدد زوجي ميم عدد زوجي فمثلا سالب 1 على 2 أس 4 تساوي 1 على 2 أس 4 تساوي 1 على 16 ليه؟ لأن الأس هنا 4 عدد زوجة طبعا يقول لك سالب ألف أس ميم تساوي سالب ألف أس ميم هنطلع السالب من بره يبهنا عنديك إذا كان ألف ده عدد نسبي يبهنا فيه عدد نسبي سالب أس ميم تساوي سالب ألف أس ميم تساوي سالب العاد النسبي أس ميم عندما تكون ميم عددا فرديا الميم دي عدد فردي فمثلا سالب 1 على 2 أس 3 تساوي سالب 1 على 2 أس 3 بعد كده هتوزع الأس على البسط والمقام تساوي سالب 1 على 8 مثال رقم 1 أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي أول حاجة هنا يقول لك 2 على 3 أس 2 في 9 على 4 رقم 2 سالب 5 على 4 أس 2 في 2 على 5 أس 4 رقم 3 3 و 1 على 2 أس 2 على سالب 10 و 1 على 2 رقم 4 سالب 2 على 5 أس 2 في سالب 5 على 2 أس 3 في 1 على 5 أس 0 رقم 1 2 على 3 أس 2 في 9 على 4 هنا عنوزع الأس على البسط والمقام فتساوي 2 أس 2 على 3 أس 2 في 9 على 4 طيب هنا عنديك 2 أس 2 بأربعة و 3 أس 2 بتسعة فتساوي 4 على 9 في 9 على 4 تساوي 1 هنا عنديك البسط يروح مع البسط والمقام يروح مع المقام تساوي 1 في رقم 2 سالب 5 على 4 أس 2 في 2 على 5 أس 4 هنا عندينا الأس عدد زوجة يبقى سالب 5 على 4 أس 2 تساوي 5 على 4 أس 2 فعنوزع الأس على البسط والمقام فتساوي 5 أس 2 على 4 أس 2 في 2 على 5 برضو عنوزع الأس على البسط والمقام تساوي 2 أس 4 على 5 أس 4 تساوي 5 أس 2 بـ 5 أس 2 وأربعة أس 2 بـ 16 وهنا عندنا 2 أس 4 بـ 16 و 5 أس 4 بـ 625 تساوي 25 على 16 في 16 على 625 هنا عندنا 16 16 على 16 في الواحد و 16 على 16 في الواحد يبقى هنا البسط 1 هنا على 25 في الواحد وعلى 25 فيها الخمسة وعشرين بـ 625 على 25 بـ 25 يبقى الناتج 1 على 25 رقم 3 3 و 1 على 2 أس 2 على سالب 10 و 1 على 2 هنا عندنا 3 و 1 على 2 نحاول الكسر 10 فنقوله 3 في 2 بـ 6 1 7 يبقى البسط الجديد 7 تساوي 7 على 2 أس 2 هنا عندنا 10 1 على 2 10 هنا عندنا 7 على 2 أس 2 يبقى 7 أس 2 على 2 أس 2 طيب هنا عنديك سالب 21 على 2 بعد كده عملية القسمة تتحول لعملية ضرب في معقوس العدد الطرف السالم عملية القسمة فنقوله فيه سالب 2 على 21 بعد كده نديك 7 أس 2 بتسعة وربعين و 2 أس 2 بـ 4 يبقى 49 على 4 فيه سالب 2 على 21 هنكسم على السبعة 49 على السبعة فيها السبعة و 21 على السبعة فيها التلاتة وأربعة على الاتنين فيها الاتنين و 2 على الاتنين فيها الواحد 2 في 3 بـ 6 و 7 في 1 بـ 7 تساوي سالب 7 على 6 في رقم 4 سالب 2 على 5 أس 2 في سالب 5 على 2 أس 3 في 1 على 5 أس 0 هنا عندنا سالب 2 على 5 أس 2 اللي 2 عدد زوجي يبقى تساوي 2 على 5 أس 2 طيب هنا عندنا سالب 5 على 2 أس 3 والأس عدد فردي تساوي سالب 5 على 2 أس 3 هنا عندنا الواحد على 5 أس 0 تساوي 1 فهنا تساوي 2 أس 2 على 5 أس 2 في سالب 5 أس 3 على 2 أس 3 في 1 بعد كده عندنا الـ 2 أس 2 بـ 4 واللي 5 أس 2 بـ 25 تبقى 4 على 25 5 أس 3 بـ 25 و 2 أس 3 بـ 8 يبقى يبقى نقوله فيه سالب 125 على 8 هل نجرى عمية الاختصار هنا عندك على 25 فيها الواحد على 25 فيها الـ 5 بعد كده على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الـ 2 تساوي سالب 5 على 2 مثال رقم 2 إذا كان سين تساوي سالب 1 على 2 وصاد تساوي 1 على 4 وعين تساوي 4 فوجد القيمة العددية المقدار سين زائد صاد أس 3 في عين أس 3 الحل هنا عندنا سين زائد صاد أس 3 في عين أس 3 هنا نشيل السين ونحط القيمة بتاعتها ونشيل الصاد ونحط القيمة بتاعتها هنا عندنا السين بسالب 1 على 2 والصاد ب1 على 4 سالب 1 على 2 زائد 1 على 4 الكل أس 3 فيه نشيل العين نحط قيمتها أربعة أس ثلاثة تساوي هنا لإجراء عملية الجمع من واحد المقامات هنا عندك الواحد على اثنين تساوي اثنين على أربعة يبقى نقول سالب اثنين على أربعة زائد واحد على أربعة لكل أس ثلاثة في أربعة أس ثلاثة يبقى هنا عندنا سالب اثنين على أربعة زائد واحد على أربعة تساوي سالب واحد على أربعة أس ثلاثة في أربعة أس ثلاثة هنا عندنا سالب 1 على 4 أس 3 هنا الثلاثة عدد فردي تساوي سالب 1 على 4 أس 3 وبعد ذلك نوزع الأس على البسط المقام فنقول تساوي سالب 1 أس 3 على 4 أس 3 في 4 أس 3 هنا عندنا 4 أس 3 تروح مع 4 أس 3 وسالب 1 أس 3 بسالب 1 هنا تساوي سالب 1 وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر